صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر النهاردة في جلسة هامة من جلسات الحوار الوطني هيتم فيها منقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب وهيشارك في الجلسات ممثلين عن كل طواقف المجتمع المصري من الشباب والأحزاب السياسية والنواب والسياسيين والخبراء هذه الجلسة تنعقد وفقا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه أو حالة مسودة القانون لهذه المسودة لإنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن مناشة ملف التعليم والمجلس الأعلى للتعليم والتدريب ضمن أجندة الحوار الوطني اليوم من خلال ضفنا في الستوديو الدكتور أنور إسماعيل عضو تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين صباح خير يا فن يعني دكتور في البداية شايف أهمية انعقاد جلسة اليوم تحديدا وفقا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني عرض مسودة القانون المقدمة من الحكومة للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب طيب بداية أحب أن أشكح رائح جدا على الدعوة يكن ده سراء للحراك اللي حاصل للفترة الأخيرة من خلال دعوة سيدة الرئيس لإنعقاد الحوار الوطني وتعدد محوره ما بين المحور الاقتصادي والمحور السياسي والمحور المجتمع لأن النهاردة بصدد عنصر أو ملف فيه في غاية الأهمية وأشكر جدا على وجودي في التلفزيون المصري اللي هو أساس الإعلام المصري كله لأن الواحد هو داخل هذا المبنى بصراحة بيحس بالفخر والتراث زي بالظبط ما بيشوف الحاجات التراثية الفرعونية زي الأهرامات والحاجات اللي بيفخر بها في تاريخه كله لكن خلينا أقول حرك جدا أن المحور المجتمعي هو أهم المحاور في الحوار الوطني يكن بيغطي كذا عنصر منهم عنصر خاص بتعليم كعنصر مستقر سواء التعليم الجامعي أو مقابل الجامعية أو حتى التعليم الفني والبحث الألي بيغطي جزء كبير أوي خاص بالزيادة السكانية والقصة الخاصة بتنمية الأسرة ومشابة التماسك الأسري جزء خاص بالصحة نفسها ومدى ملأمة الصحة والمنظومة للمواطن المصري جزء خاص بالثقافة والهوية والانتماء جزء خاص كمان بالشباب هلأي أن التعليم دايما على مر العصور هو عنصر أساسي في التحول وقاطر التنمية أي دولة عشان كده الدستور المصري في أكتر من مادة زكر التعليم وزكر النسب محددة من ناتج القوم يتم انفاقه على التعليم وهو كان يتكلم كمان على حدوده يعني يبتدي بنسبة معينة 3% 2% 1% من أول مادة 19 ومادة 21 ومادة 23 وكان التصاعد التدريجي التصاعد التدريجي معناه أننا لازم نوصل في وقت من وقت للمعدلات العالمية زي كل الدول لأن في الآخر البحث العلمي أو الابتكار أو التعليم والتدريب هو أساس التنمية أساس الصناعة أساس الزراعة اللي بيسمع تاني على النتج القومي لأي دولة ولو بصينا على كل التجارب الدول اللي حوالينا هتلاقي أنهم مهتموا جدا بالعنصر البشري تدريبه تأهيله والتدريب والتأهيل والتدريب والتعليم مش قصة هي مقصورة على الجماعات بس ده ممكن الجماعات والمراكز البحثية والمراكز التدريبية يمكن دعوت سيطر الرئيس للحوار الوطني في منقشة ملف أهم جدا كان يعني لو حالك سمح لي طبعا كان ملف مقفول يعني بوكس كده مقفول من سنين طويلة لا يخترب منه أحد هو فيه أصول موجودة من عدة سنوات لكن كعادة الوضع الجمهورية الجديدة هو فتح في كل الملفات تعالوا نبصوا على التابهات الموجودة هل هي فعلا مناسبة لرؤية الاقتصادية ورؤية المستقبلية لمصر لعشرين تلاتين وعشرين خمسين هل هو دوة اللي ممكن يوصلنا لنوع من أنواع التكامل وخلينا نقول لها حركة على مصر قوية جدا في بحسن ولو بصيت على كل الدول العالم وكل الجامعات الأجنبية في مصر بر مصري يعني في أمريكا وفي أوروبا ومشابه تلاقي إن فيها أساتزة مصريين جدا صحيح كتير جدا وفي تخصصات هل عندنا الكوادر؟ غير طبعي طب هم دول متصدرين منين؟ مننا صحيح طالعين منين؟ من أرضنا اتعلموا فين؟ في جامعتنا وفي مراكزنا البحسية ومشابه طبعا دكتور أنور أنا عاوز أقف هنا تحديدا عند النقطة دي لأن حضرتك رحت لنقطة في غاية الأهمية إحنا عندنا الكادر المصر سواء كان في التعليم أو أيضا في البحث العليم لكن الفرصة لا تكون متاحة أبدا أمامه إلا بعد خروجه بره البلد تحديدا هنا بتكمن أهمية هذا القانون أو هذه المسودة عاوزة عرف المشكلة الرئيسية عندنا فين؟ هل في آلية التنفيذ؟ ولا في نوع من أنواع يفرق الدماء ما بين القبائل سواء كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعاهد البحثية وغيرها من عملية التشابك الموجودة ما بين الوزارات الأخرى فين المشكلة؟ أليه التنفيذ أم تشابك ما بين الوزارات؟ طب الأول إحنا عندنا كنز لازم نقول عليه كنز كنز خاص بجامعتنا ومركزنا البحسية ما بين ستافينج أو عضاهي التدريس وكوادر بحسية ومعامل كمان بيتصرف عليها سنويا بدعم من الدولة المصرية عندنا كمان كوادر طلعت برا مصر أو رجعت أو خدت دكتوراه من بره أو خدت ماجستير من بره ورجعت تخيمة لكن خلينا أقول حراك بقى الربط اللي بيشمل كل ده المظلة اللي لازم تكون من أول يوم وإحنا بنخطط لازم نكون بنسهل على البحث البحث هو أو عضو هاي التدريس أو حتى الطالب اللي عايز يتضرب هو عايز دايما طريق السهل أنا عايز أتضرب ونقعت في مكاني أنا عايز أتضرب على موبايل أبلي كيش أنا عايز أتضرب في حتة معينة بقى ضامن أن التدريب دوت هينفع لي في سوق العمل صحيح عشان كده لأول مرة حركة تلاقي أن المكلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ويكن ربط التعليم والتدريب وأنا مش عايز أعلم بس الموضوع بالنسبة لي أنا مش عايز أطلع كوادر التعليمية أو فقط مش عايز أدي ماجستير أو دكتوراه أو بك أنا عايز أشوف سوق العمل احتياجات المصر احتياجات الخريطة للسلسلسلية المصر راح لجوزية التالية أكتر إيه اللي احنا رحين فيه وده عايز أقول حركة هو فيري دايناميك يبقى إحنا عندنا أصول وعندنا كنوز قوية جدا محتاجين الربط محتاجين الاستراتيجية محتاجين يبقى فيه أوفر فيو بيبص على الدولة المصرية ككل مش بيبص على التعليم نقابل الجماعي لوحده والتعليم الجماعي لوحده وجوه التعليم الجماعي هي برضو فيه أنواع تعليم مختلف فيه جماعات حكومية وفيه جماعات خاص وفيه جماعات دولية يعني أجنبية في مصر وفيه جماعات تكنولوجية وفيه جماعات أهلية يبقى معنا كده أن انت عندك روافط تعليمية كتيرة جدا اللي هيربط كل داوت واللي هيخل ويشتغل على منظومة واحدة ومسؤوليتنا ودورنا أن احنا كمان نساعد الحكومة في تنفيذ هذا المشروع زي ما حرك قلت من شوية قد يكون عندنا العديد من القوانين وهدي مثال حرك قانون حوافز الابتكار والبحث العلمي قانون معمول بصيغة رائعة جدا تعمله لاي حتنفيذه من 2018 ولاي حتنفيذه تلعت في 2019 تعالى من اللي يقيز بقى النهاردة هو القانون دا تنفذ كم مرة صحيح طب لما تنفذ العواقق اللي حصلت فيه ايه طب الباحث نفسه أو الدكتور نفسه أو الطالب نفسه اللي خد فند أو يقدر يعمل شركة أو المركز البحثي كم واحد نجح في هذه الشركة طب هذه الشركات طلعت بعدد ايه طب كم شركة منهم نجحت على فكرة في أساسيات البحث العلمي والشركات النشئة زي ما حانك عارف أنا ممكن أنشئ مية شركة تنجح لي شركتين هو دا نجاح على فكرة وقد يكون نجاح الشركتين يقدر يفند أو يقدر يجيب التمويل أن أنا أصرف على مية شركة تانيين ومية شركة تانتين ومية شركة تانتين أخطية ربعين بالظبط لكن لو أنت خايف أو الآن أن أنا لو صرفت على مية شركة فممكن المية شركة يعني ما يحصلش أبروفل أو البزنس بتاعهم أو البروفل لا ينتنجح لا ينتنجح فخلاص مش هعمل أولا نحط أليات صعبة جدا في التنفيذ فنخطط قانون كويس جدا أو مجلس فيه أراءه أو فيه طبيعة مواده وهنتكلم فيها بعد شوية رائع جدا أنا بص على آيات التنفيذية هل فيه لجان تقدر تساعد الكلام دا هل فيه معايير كي بي آيز مقاييس هنقس هنقس مع بعض إزاي طب نجحنا هنقسه كلها دا إيه طب نجحنا دا هنقسه بإيه بعدد أبحاث لن تكفي وحدها لو أبحاث هي عبارة عن أوراقيات برضو نقطة أهمة فكرة مؤشر القياس جدا لازم عاييس أنا رحت فين وأنا وقف في أي نقطة هكتحدثت عن قانون كان في غاية الأهمية وطلع في 2018 هل أنا إيست بقى الأثر التشريعي دا لما تم تنظيمه وتطبيقه على الأرض الواقع لأن هنا أعتقد يا دكتور هو دا الفرق ما بين الدستور والقانون القانون ينظم عمل الدستور والقانون مش جامد القانون أقدر إلينا أعمل فيه تعديل بمواد أخرى قانونية أخرى وفقا لما يعني حدث على أرض الواقع فأبتدي إلينا أطبأ وأبتدي إلينا أغير في بعض بلود القانون وفقا لمتطلبات كل مرحلة تمام هو دا اللي محتاجين نشتغل عليه كويس جدا لأن زي محرك فيه فرق بين اتخاذ القرار وتنفيذ هذا القرار أنا أقول أنا هنشجع على السسمار أنا هنشجع على القطاع الخاص أنا هنشجع على التدريب هذه الجملة هي جملة عامة جدا ممكن تكتب بنية كويسة جدا لازم تتحول هذه النية إلى آليات واضحة لتنفيذية كلاحة تنفيذية أو قوانين تنظيمية أو دليل استرشادي حتى احنا ممكن نوصل لمرحلة أدي الدليل استرشادي وأدي شكل الشركة عامل إزاي اللي ممكن تعملها الجامعة أو تعملها المركز البحثي أو حتى التدريب لما هندرب لأن في الآخر العالم كله بيشتغل على حاجة اسمها تعليم هو تعليم حركة تتعلم ده في المدرسة اسمه تعليم حركة تسيبه وبعد شوية تروح للجامعة ده اسمه تعليم حركة تخلص تعمل ماجستير أو ده كل ده اسمه تعليم راف التعليمي لازم حد أو لازم كحنة كدولة مع بعض نبقى شايفين خط المصار بتاع الإنسان ده ممكن أكون شاطر في مجال معايد لو أنا دخلت في مجالات تانية أو ضيعت جزء من مجهودك ووقتك فأنا اتصرف عليها فلوس لم يتم الاستفادة ميها وأنا مفتش دولة بدا فعشان كده لازم كل واحد يترسمه لخط المصار تبقى لهويته تبقى للسكيلز بتاعته تبقى لكمان طموحه وعايز يعمل إيه فعشان كده الموضوع هي مش مجرد قانون ده قانون رائع جدا وهنتكلم فيه بعد شوية على عكس أنا شايف المجلس ده طموح جدا وهيعمل حاجة يمكن ما كان ناس كتير قوي ما تحبش تتبك بهذا الملف لا تعال نوحد كلنا تعال نتكلم كلنا بسيقى علمية واحدة تعال نحط استراتيجية موحدة لكل الجامعات والمراكز البحثية ومشابه لأن برضو خليل بالحراج برضو لو حاسمح لي إن احنا عندنا مراكز بحثية تتبع وزارة التعليم العالي ومراكز بحثية لا تتبع وزارة التعليم العالي يعني في بعض الوزارات عندها مراكز بحثية وده جزء مهم بيخدم أكتر على احتياجات هذه الوزارة فوزارة الزراعة ووزارة الإسكان كل هذه الوزارات لها مراكز بحثية منفصل استراتيجية البحث العلمي معاهم لو ارتبطت باستراتيج بحث العلمي بتاعت الجامعات اللي في نفس الإخليم ونفس القطاع على الاستراتيجية الوطنية يبقى كلنا شغالين هنقول والله احنا العشر سنين جايين دول احنا نشتغل بواحدة اثنين ثلاثة وكل بيتوجه تجاه هذه الأهداف أو الرؤى اللي حطها المجلس الأعلى للتعليم والتعليم بالزبط طيب دكتور يعني أنا عذرا على المقاطعة لكن الهدف الرئيسي من إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بحسب ما ورد فيه مسودة القانون بيقول يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل فيما بينهم وهنا التكامل ده النقطة اللي حضرتك وضحتها بفكرة فض التشابكات والإشراف على تنفيذها ويهدف إلى ربط مخرجات التعليم وسوء العمل المحلي والدولي والعمل على النهوض بالبحث العلمي ويمكن المتابع لأعضاء هذا المجلس هنلاقي بإشراف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو السيد الرئيس الجمهوري عموما وثم رئيس هذا المجلس أو قيادة هذا المجلس دولة رئيس الوزراء وعضوية بنتحدث عن تقريبا 17 عضو المتابع لأسماء هذه العضويات تحديدا هنلاقي أغلب الوزرات مدرجة في هذا الموضوع هل ده علشان الإشكالات اللي حضرتك تحدثت عنها بالمراكز التدريبية أو المراكز البحثية التي لا تغضع لإشراف وزارة التعليم العلي والبحث العلمي تمام يعني لو حرك اتكلمنا على القانون وده مقترح المسواد ده وإن شاء الله طبعا هيتناقش والنهار ده أول جلسة لي وده جزء يسري الحوار الوطني لكن زي ما حرك أشارت الحاجة مهمة جدا هو النهار ده مين عضوية هذا المجلس هو المجلس ده يتبع مين احنا عارفين طبعا تبقى للأولويات لو المجال استدبع رئيس الجمهورية فدي بتبقى أولوي أولى يعني خلاص الدولة كلها بقى توجه الدولة عشان كده بنسمع حاجاتك لو حرك لاحظت في متن هذا القانون اللي مكون من ثمان مواد وتمان مواد بسيطة جدا لكن فيها مواد مهمة جدا التشكيل في حد ذاته هو مؤشر لمدى نجاح هذا المجلس أو لا لو حرك رجعت للحاجات الشبيهة اللي كانت موجودة من سنوات طويلة عمره حرك ما تلاقي التكامل حركه تتكلم عليه هو التكامل ده مش مقصود بيه كمان هي بس الوزارة دي فيها جزء بركز بحثي ولا لا التكامل وصل لأبعى أعمق من كده هي الوزارة دي محتاجة أصلا في سوق العمل بتاعها والاسترجية الصناعية بتاعتها شكرا تلاقيت وزارة كادر وضرب ولا لا إحنا عايزين إيه هو ده بالنسبة للمجلس هو ده هيكون النيز هو ده الاحتياج فوزارة التجارة والصناعة مثلا ممثلها بعضو بحضور سيادة الوزير وده طبعا جزء كبير جدا لأنه أكتر حد جوه الأرض وأكتر حد قريب عارف التوجه النقص الاحتياج فبالتالي يعمل ده مردود تماما على الترجال الخاصة بهذا المجلس عضوية زي وزارة الهجرة والمصريين من الخارج ده عنصر قوي جدا ليه هو دلوقتي بقى يمثل جزء من حلقة الوصل بين حضرتك كمواطن مصري أو ككادر مصري وبين مصريين من الخارج ولدنا وزارة الهجرة اللي برا صحيح بالضبط تقول المهرجة حالك تقول عليها دي وانا أقول حالك احنا هتكيد بهم بالناس كتير قوي منهم هنفسه يساعد بلده ان شاء الله حتى وهو هناك نفسه لو حارك بكرة الصبح طولا عايزك تيجي على فريق بحسي عايزك تيجي على رأس الشركة عايزك تيجي عشان تعمل عماية جراحية عايزك تيجي عشان تساعد الناس بتبقى نفسها ترجع وتساعد بلدها بطريقة غير طبعية لان طبعا حتى هذه اللحظة الحمد لله احنا من التميز بتشابك أسري وتشابك مجتمعي غير مسبوك فعشان كده نجحنا في ان شاء الله في هذا القانون في نقطة التكامل في التشكيل نقطة ان هو يدبع رئيس الجمهورية فهيبقى عنده صلاحيات وسلطات قوية انه من اول يوم بيحدد انا هحط الاستراجية الوطنية للتعليم والبحث العلمي والتدريب لازم كلنا نشتغل ونشوف حاجة واحدة احنا كلنا هنتكلم على 20-30 رغم من 20-30 النهاردة بقت خلاص تعتبر بعد بكرة يعني خلاص كلها سلاتين 23-30 قريبة لكن ده هيكون أساس لـ 20-50 و20-60 و20-80 فعشان كده تشكيل المجلس انتماء المجلس الاولويات والسياسيات لو مسكت محراتك بند بند بالحاجات دي كلها هنلاقي ان حاجة مذكورة لأول مرة تذكر بشكل واضح المشروعات القومية لان حجم المشروعات القومية اللي تم تنفذها او سيتم تنفذها غير طبيعي طب ده رابطه ايه بالتدريب رابطه ايه بالبحث العلمي رابطه ايه بالتعليم عشان كده فيه جزء كبير قوي من هذا المجلس بيشتغل على التوعية بيشتغل على ايادة الاعمال بيشتغل على التدريب التكاملي التدريب من اجل ان انا مش مجرد ساعات تدريبية بس ساعات تدريبية صحيح لكن هي فتنج او اللي هي وظيفة محددة يحتاجها سوق العمل يعني انا عاوزين نقرأ كده ونفند بلود هذا القانون او هذه المسودة للقانون تحديدا هنلاقي بيباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق اهدافه هنلاقي اول حاجة اعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة انواعها وجميع ما راح له وضع آلية متابعة وهنا النقطة اللي حضرتك كنت تتكلم عليها القصور اللي بيبقى موجود في بعض الاحيان عندي قانون لكن ما عنديش آلية للمتابعة والتطبيق والتنفيذ تحديدا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب مراجعة وتحديد الاولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوء العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب وضبط طبق الخطة القومية للتنمية فكرة بقى تحليل قواعد المعلومات لان انا عارف ان دي تخصص حديك او حديك بتحب الحتة دي تحديدا ما اشتغلش في المطلق وانا ما عنديش قواعد بيانات ومش محدد انا عاوز اعمل ايه وايه اللي انا بعملوكه في ايدي صحيح صحيح من يمتلك المعلومات بيحولها الى يعني البيانات ده هي اساس اللي حاجة اسمها البيانات الاولية عدد وارقام بنحولها حاجة اسمها المعلومات ناخد عليها حاجة اسمها قرارات بني يمتلك هذه البيانات وعنده بعض الادوات في التحليل وحرك يعني موضوع من ايش يعني حتى اختراع عجلة دلوقتي عندنا تطبيقات كتيرة جدة في الزكاء الاصطناعي عندنا كليات في مصر بقى تخصة بالزكاء الاصطناعي جوه مصر بقى عندنا كمان ولاد وشباب بيشتغلوا اونلاين وبيشتغلوا على حاجات برا مصر وجوه مصر صحيح ومساحة الارض والبحار الموجودة نوع الرملة الحاجات دي كلها ممكن تدينا لو عندنا هزيه الالية انديكيتور او مؤشرات هو احنا فوض نمشي فقانه اتجاه هي الاستراتيجية الوطنية الموحدة هتبقى ايه هل هنشتغل على جزء الزراعي بس هنشتغل على جزء الصناعي بس هنشتغل على جزء التعدين فقط هنشتغل على جزء الاسماك او البحار هنعمل ايه بالزبط طب هل ده لازم كل الاقاليم المصرية مصر طبعا حارف زي ما حارك عارف متقسمة لسبع اقاليم هل اقاليم كلها متقسمة كده لا ممكن في اقاليم هيبقى اكتر فيها جزء الصناعي صحيح وفي اقاليم تانية لأكتر فيها الجزء الزراعي حسب الهوية بتاعت كل المحافظة وكل اقاليم لو حارك لاحظت هتلاقي وزارة التعليم العالي للفترة الاخيرة بدأت تخش في شركات في تانية الاقاليم وتخش كمان خلال حاجة اسمها البرامج البينية كمان في الجماعات يعني البرامج البينية دلوقتي المهندس فقط لن يكفي لتحديات العصر الجديد جوا مصر وبرى مصر الصيدالي بس او الدكتور بس لن يكفي لتحديات العصر الجديد فعشان كده ظهرت حاجة اسمها البرامج البينية انه ممكن يبقى هو مهندس لكن دارس اقتصاد هو صيدالي لكن دارس جزء في العلوم وفي التسويق هو طبيب لكن جاء دارس جزء في الادارة عشان ادارة المنشآت الطبية ومشابه فبالتالي بقى التخصص الاوحد مش هو ده افضل طريق نمشي فيه عشان كده وحركة لو حركة لقيت القصة ان احنا هناخد ببيانات هنحللها هنشوف التوجه بتاعنا والنيتز بتاعتنا مع المشاريع القومية وكلمة اولويات دي جزء كويس دمارنا لان ما فيش حاجة اسمها بحث علمي هو هيفضل ثابت كده لا احنا لازم كل خمس سنين نعمل حاجة اسمها يعني تعال نحدد كده اولويات احنا مشينا الخمس سنين اهو وكنا حاطين ثلاث اولويات بعد الخمس سنين لما عملنا نبقي سيد حالك قلت بقى لية المتابعة لمكتوب رقب اثنين وده طبعا ترتيب المهام وتوريك اهمية اللي حاطت هذا قانون بص عليه ازاي هنحط استراتيجية مش هنسبة هنحط استراتيجية لكن كمان هنتبعها ونشتغل عليها فلما بصيت عليها لقيت حركة نحطين قليات لان بعد زنتين ثلاثة ان احنا انفقنا فلوس كتير جدا او بعض الاستثمارات او بعض الحاجات لكن ده محققاش الناتج اللي احنا كنا منتظرينه قد حقق بالنسبة 60% نجاح 70% برضو ده نجاح لكن احنا مثلا طموحنا اعلى فممكن اعدل البيوريتي في قولي لا ده انا لو ركزت في الجزء الصناعي او جزء السمار او الطاقة النظيفة زي الحاجات الرياح وزي الطاقة الشمسية والحاجات دي كلها او طاقة البحر كل ده بالنسبة لي قد يعيد ترتيب هذه الولايات طبقا لما يرتقاه المكلس نعم دكتور عانور يمكن موضوع في غاية الاهمية تحديدا نمكن علشان كده النهاردة في جلسة استثنائية من جلسات الحوار الوطني هتنعقد لبحث ودراسة والاستماع الى اراء المشاركين في جلسات الحوار الوطني تجاه هذه المسودة مسودة المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب ديسة الحديث مستمر مع حضركك لكن نطلع دلوقتي فاصل سريع ونرجع ونكمل مع حضرتك بقية الكلام مرحبا حضراتكم مشاهدينا مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولسه الحديث مستمر مع الدكتور انور اسماعيل عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن مسودة القانون المحالة من مجلس الوزراء وفقا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة الحوار الوطني او الامانة الفنية للحوار الوطني بشأن مسودة قانون هذه المسودة بخصوص انشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب دكتور انور كنا بنتحدث قبل الفاصل عن فكرة هذه المسودة يمكن المتابع والقارئ لبنود ومواد هذه المسودة هللاقي ان بيشكل او بيجتمع هذا المجلس مرة على الاقل كل 3 شهر من دعوة او بدعوة من رئيسه اللي هو بيكون رئيس مجلس الوزراء وترفع توصيات وقرارات هذا المجلس كل 3 شهر لسيد رئيس الجمهورية يعني كيف تابعت هذا تحديدا فيما يخص المتابعة بقى المستمرة والية التنفيذ والتوصيات التي تصدر وتخرج عن هذا المجلس يكن زي ما قلت هارك نجاح اي قانون او مقترح قانون هو الاليات التنفيذية الخاصة بيه ففي احد المواد الموجودة في التمن المواد الموجودين مكتوب زي ما حارك قلت بالضبط ان هذا المجلس بيجتمع كل 3 شهور وعلى الاقل على الاقل اللي معناها ده حد أدنى يعني اجتمع اربع مرات طبعا ده مجلس استراتيجي يعني اجتمعاته اليومية مهمة قوي ان التقارير بتاعتها بترفع على رئيس الجمهورية ولو حارك شفتها كمان بترفع على مجلس النواب يعني في نفس الوقت حارك بناخد الدعم اللي موجود في رئاسة الجمهورية من خلال القانون لكن في نفس الوقت من المجلس التشريعي بيبقى ليه عين رقبية على هذا المجلس لانه فيه دول كبير قوي مهم في اللايحة تنفيذية ده القانون هيطلع لكن بعد إصدار القانون بيطلع له حاجة اسمع لقاحة تنفيذية اللي هي ازاي تطبيق هذا القانون قد يكون زي ما حد قلنا من شوية أحيانا اللقاحة تنفيذية في بعض المواد قد يحدث فيها سوء في التطبيق أو فيها بعض المعوقات أثناء التطبيق آليات بقى مراجعة ده اللي هي كله تلت شهور قد يظهر بعض الصغرات أو بعض الحاجات اللي محتاجين نحس إنها محتاجين نضفها محتاجين حتى موضح عشان كده وجود التقريب يرفع لرئيس الجمهورية كمتابعة للستراتيجية كالمجلس يتبعه بقلص كمان مجلس النواب عشان القانون ولاحة تنفيذية ومشابه يبقى برضو كجزء داعم لهذا القصة فكده أنت ضمنت على الموجود على الحد الأدنى إن فيه آلية واضحة لمتابعة ودعم هذا المجلس لذا مقلت حارج ده هذا المجلس لن يقتصر فقط على المدارس الفنية بس لن يقتصر بس على الجماعات لن يقتصر على الجماعات التكنولوجية ما مظلمش يبقى كده هو ده المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم في مصر يعني كل ما هو خاص بتعليم ما قبل جماعي ما هو جماعي فني مهني تعليم العلوم الأساسية حتى كل ده محاول علمي هيبقى بالضبط لسي بحث عامي كده هيبقى تحت أمبريلا واحد أو تحت غطاء واحد بيكلم على استراتيجات وأكيد هيبقى جواب متقسمة على محاور سواء محاور اقتصادية محاور تنموية محاول حتى تكنولوجية عشان كده هتلاقي حرك في عضوية مجلس هذا المجلس عضوة عن يعني وزيرة الصلاة أن العالم كل زبا حرك بيكلم على ربط تكنولوجيا المعلومات وهكذا وكمان يخدم على الاحتياجات بتاع سوق العمل نعم سيادة النائبة ميرال الهريدي أمينة التعليم بحزب حماية الوطن وهي تحدثت تحديد عن نقطة في غاية الأهمية وكأن من وضع مسودة المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب كان يستمع لكافة الأراض هي تحدثت أن ما يكنش يعني وزارة التربية والتعليم الفني هي الوزارة المنوطة الوحيدة بوضع المناهج التعليمية وهنا هنلاقي هو ده اللي احنا بنقول عليه فكرة منع التشابك وفكرة إشراك الجميع ومشاركة الجميع في وضع كل السياسات والرؤى لما يخص العملية التعليمية والتعليم الفني وتحديدا هنا عاوز أحط عشر خطوط أو مئة خط تحت التعليم الفني لأن احنا أمام دولة تغير في سياستها ونتجه نحو التعليم الفني لاتجاه كبرى الدول الاقتصادية المصنعة تحديدا تجاه هذا الملف وهو التعليم الفني إيه أهمية ده وتغيير البنى التحتية لها يمكننا أنا بس أشارك محرك زيارة كنا عملناها في الولايات المتحدة الأمريكية على ما يطلق عليه الكليات المجتمعية بس حرك الاسم الكليات المجتمعية دي اسمها Community College ده ممكن حضرتك مزيع وبتأدي دورك لكن ما حرك عندك هواية محددة حرك بتحب التصميم 3D مثلا فتروح تلطحك بهذه الجامعة مدة الحق لها سنتين بتاخد فيها براميك خاصة بهواية حضرتك اللي هي تصميم 3D مش خاصة بمجموع خلاص بموضوع مختلف من غير النظرة هي دي النقطة بقى قصة قصة تشبس بقى المجموع واسطنا والطب والهندسة والسوق العمل دلوقتي بيروح على تخصصات غير اللي حمي كانت فيها خالص سوق العمل دلوقتي محتاج تخصصات ويمكن بوحرك لو زيارات حرك جوا مصر أو برمصر هتلاقي بقى فيه احتياجات لألفانيين أكتر بكتير من احتاجات المهنين اللي هو الدكتور والمهندس والعجد وأحيانا في بعض الوظيف السالري ريت أو المعدل المرتب بهذه الفئات المعينة قد يتضاعف عن الفئات التقليدية صحيح فزي بوحرك بره عملوا ما يطلق عليه اسمه الكلات المجتمعية حرك بتروح بعد معيد العمل حرك بتاخد فيها يومين شبه حاجة كانت موجودة زمان عندينها البعض برامج بس كانت برضو هي استنساخ للبرامج العادية لكن في قوقات غير لأ هو بيعمل حرك برنامج كاستمايز ممكن يبقى الدفعة بتاعت حركتك فيها 7-8 أفراد بياخدوا التدريب الخاص بالتصميم السري ده اللي حرك شايفه ده البوتينشيال بتاعتك أو ده اللي حرك شايفه فبعد شوية فتح لك وجهة نظر في شغل معين وحرك ليك أونلاين ويب سايت معينة بتاخد فيه كاستمرز معين بقى تخلك ريفينيو تاني خالص غير عمل حرك رئيسي حاجة في وقت فراغ طب هل ممكن البنامج ده يعني يخلص لو استراتيجية الجامعة أو استراتيجية المدينة أو استراتيجية الإقليم بيقول والله أنا محتاج هذه المجموعة لمدة 5 سنين هعمل البرنامج ده وبعدين أقفله ده متاح لو استراتيجية الإقليم أو المنطقة أو المدينة تغيرت عشان كده في مصر أنشاءت الجامعات التكنولوجية لو حرك تعرفها أو اسمعت عنها عندنا دلوقتي عدد كبير من الجامعات التكنولوجية وكل محافظة تقريبا بقى فيها جامع أو خلاص فيها عشر جامعات تفتح هو فيه كمان استكمال لهذه الجامعات كل هذه الجامعات مبنية على نفس اللي بقول حرك عليه 2 plus 2 هو الطالب هيخش ياخد سنتين تدريب وتعليم يطلع بره يشتغل يرجع تاني ياخد سنتين ويبقى معه الباكاريوس المهنية موضوع الباكاريوس التخليدي أو العلوم الأساسية أو العلوم الطب الكلام ده كله خلاص موجود وكل حاجة لكنهو مش ده لغة العصر فشان كده أنا بحيثات النقيبة لأننا هم نتكلم على سوق العمل أنا مش هبقى فرحان جدا أن أنا خرجت ألف خريج طب الألف خريج ده كم واحد منه مشتغل طب كم واحد فيه مشتغل وبقى عائد على الاقتصاد القومي طب اللي ما مشتغلش الحرك بقى عائد على أسرته على والده على والدته وهكذا على الدولة شخصية طبعا وده شيء أساسي فبدل أن ما أنا بجيب حد أو بنامي وبدرب وبعلم عشان في الآخر يساعد في نهضة الدولة وطبعا في الأول شخصه بقى العكس بقى هو بالنسبة لي أكيد أنه عائد على الليكاه البداية المفهوم ده محتاجين نضغط فيه جدا المفهوم ده محتاجين نتوسع فيه جدا المفهوم ده محتاجين يبقى فيه توعية كمان ويبقى فيه إبراز للنماذج الناجحة ده عشان كده أنا بعد وحضراتكم طبعا لأن دايما هنفضل مهما يعني مر السنين التلفزيون المصر اللي عندنا وصول كبيرة جدا وليه تاريخ يعني حركة بنخش مبنى بنسمع الاسم التلفزيون مسبير وكلمة مسبير ولوحدة لها قصة فبعد وحركة أن نظهر هذه النماذج الفنية اللي قدرت تلمع وتنبخ في مجال عملاء وممكن دلوقتي يكون عنده شركة ريالة أعمال وباخد بيزنس مختلف تماما عن حد تاني التقليدي يدخل في المصاري التقليدي تماما صحيح طيب يمكن إحنا زي ما حاجة ذكرت فكرة أن أنا بربط الخريج بسوق العمل بشوف إيه متطلبات سوق العمل وبوجه اتجاه يعني القائمين على وضع السياسات التنفيذية تحديدا أو ألية التنفيذ تجاه حاجة مهمة أوي وهو التعليم الفني وفكرة ما بقاش الموضوع مرتبط بتعليم عام أو تعليم مؤهلات عليا فقط لأن التعليم الفني ليه دور ودور كبير جدا في المستقبل تحديدا لمواجهة ظاهرة البطالة وبما أننا بنتكلم على التعليم الفني فقافة أي تنمية هي الزيادة السكانية عشان كده تعالى نروح دلوقتي للقاء آخر في الحوار الوطني أجراز منا مصطفى ميذار مصطفى أجرى هذا الحوار مع الدكتورة أميرة طوادرس ممثل الحكومة في القضية السكانية ومدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط طبعا لو حضرتك هتقول قضية السكانية تمثل إيه؟ هي تمثل أمن قوي السكان هم عنصر أساسي من عناصر الدولة يعني إحنا لو بنتكلم على قوة الدولة الشاملة أو مفهوم الدولة وعناصرها أساسا الدولة عبارة عن أرض إقليم وشعب وحكومة أو نظام فإحنا بنتكلم في السكان هو الشعب هو الشعب اللي بيقتن البلد دي وبالتالي هي قضية مهمة جدا وهي قضية مجتمعية وعشان كده تم مناقشتها في المحور المجتمعي وده يعني كان اختيار موفق جدا لأنه أي قضية مجتمعية مش بس القضية السكانية أي قضية مجتمعية بتبقى مركبة جدا لها أبعاد كبيرة يعني لا يمكن تنحصر في بعد واحد فعشان كده لما بنتكلم على القضية السكانية وهي كل ما يخص السكان سواء من حيث النمو السكاني والزيادة السكانية أو كسافات السكانية توزيع السكاني أو توزيع جغرافي للسكان أو الخصائص السكانية التعليم الصحة البطالة توزيع خريطة العمل قوى العملة الهجرة كل دي بنسميها ملفات السكان وبالتالي لو جينا نبص على القضية السكانية لا أنا عندي دلوقتي مشكلة أبعادها كبيرة جدا فيه بعد خاص بالنمو السكاني إن إحنا عندنا نمو متسارع ونمو بمعدلات أعلى من قدرة الدولة أو أعلى من موارد المتاحة للدولة والنمو الاقتصادي للدولة فيه تجارب في دول أخرى دكتورة أميرة سبقتنا وتعاملت مع الزيادة السكانية بمنطق مختلف وأيضا تعاطت مع هذه المشكلة ووضعت حلولها وأصبح هناك حلول حقيقية وجزرية في مصر بنتكلم في القضية الزيادة السكانية من 20 سنة ويمكن أكتر ده أكتر بكتير وصلنا لكتير من الكلام صحيح أما أنا الوقت الآن لتنفيذ أو الوصول بالمخترحات والتي سبقت بوضعها والسير عليها صحيح هو فعلا ويمكن ده أثير في الجلسة إنه إحنا حطينا استراتيجيات كتيرة جدا للسكان يعني أحدث استراتيجية أو آخر استراتيجية تحطت للسكان اللي هي استراتيجية قومية للسكان 2015-2030 واللي إحنا لسه ما زلنا في ظلها ولكن في استراتيجيات كتيرة جدا تحطت أبليكات طب إيه الجديد وليه يعني آه فيه تقدم وحصل إنجازات ولكن ليه الإنجازات دي مش مستدامة أو ما بنحسش بالإفاكت بتاعها على طول الجديد دلوقتي إنه الاستراتيجيات اللي فاتت دي كلها يمكن كانت بتنتقس لبعض الحاجات يعني أولها مثلا آلية للمتابعة والتقييم والرصد في فجوة حصلت في وقت معين في فكرة القياس أنا ما عنديش آلية أو إمكانية إن أنا أقدر أقيس خصائص السكان بشكل آلي وبشكل فوري أبديتد على طول أو محدث على طول عشانا أقدر على أساسه أخد قرار تبدأ هيخدني للمسح السكاني يتعامل في 2015 وفي 2021 بالزبط هو المسح توقف من 2014 لحد عشرين وواحد وعشرين إحنا دلوقتي حاليا الدولة بتشتغل على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومشارك في الحكومة كلها ومش بس الحكومة كلها يعني مش بس الوزارات المختلفة والمجالس القومية المختلفة لأ مشارك معانا المجتمع المدني والقطاع الخاص أيضا فده مشروع الدولة بجد مشاركة فيه كلها مش بس الحكومة وبتارجت القضية من كل المحاور من تمكين اقتصادي من توفير خدمات لتنظيم الأسرة من جزء الثقافي والتوعوي والتعليمي ورفع الوعي واعداد المقبلين على الزواج يعني لأنه كل ده محتاج تغيير سلوك وتغيير مفاهيم مهم جدا في المجتمع فيه بعد تحول رقمي اللي هو بقى قلية للرصد اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها إن أنا مش عايزة أستنى كل عشر سنين مرة أو كل سبع سنين مرة عشان أقدر أبتدي أنزل أعمل مسوحات أو أقدر أقيس لأ أنا لازم يبقى عندي ربط لقواعد البيانات أقدر من خلالها أتابع الأداء اللي بيحصل على أرض الوقع وتابع المستفدين وأقدر أرسم على أساسها سياسات يعني تتناسب مع كل فئة ما تبقاش سياسات وحدة على الجمهورية يعني يمكن دكتور زي ما تابعنا دكتور أميرة تدرس دكتور أميرة تحدثت عن فكرة إزاي إن هذه الزيادة السكانية أقدر من خلال السياسات الحكومية الموضوعة اللي هي ما تكونش يعني عالة على الدولة أقدر اللي هي تكون قوة وقوة ضاربة وتكون مؤثرة في نوا والاقتصاد المصري تحديدا هكذا شاف إزاي اللي أنا أقدر أنهض أو أستغل الزيادة السكانية للنهوض بعملية التعليم تحديدا أمش حركة على التاريخ الأخير دكتور أميرة من الناس شطرة جدا والمجتهدة وخاصة بملف تنمية الأسرة واستغلال زي ما حريب تقول كده عدد السكان أو السيدات اللي موجودين في القرى والحاجات فهي مسؤولة عن ملف كمان جدا يعني أحكي الحركة عليه هو قريب اللي نحن نتكلم عليه هو اسمه تنمية الأسرة ففي بعض المنشئات هي أصلا عبارة عن واحدة صحية بتقدم خدمة التطعيم والكشف والموضرات الرئاسية وما شابه وزارة قطيط في المشروع للمسكيات دكتور أميرة بدأوا يعملوا جوه هذه المراكز أو الوحدات الصحية مشغل تخير حريب بقى الوحدة صحية جوها مشغل وجوها حضن إذا إيه اللي دخل لف ده ده مرحك عني نفس القصة بتاعت التكامل إن التدريب بيقول إيه إن أنا لو ضربت السيدة اللي موجودة في القرية دي فبعدل ما هي بتأمة متفرغة أو مش بتعمل يعني القصة كلها وقتها أو مش مستغلة قدرتها أو مجهودها طب ما تيجي نستغل قدرتها لبشهركة فمشروع ليه هي شخصية أنتبه هي المستفيد الأول فيه فبيتعلم فيها حيرة بتعلم فيها صنع معينة بتعلم فيها منسوجات معينة فالمشروع ده مشروع متكامل جدا وشغل فيه وزارة اختيت مع المجلس قومي المرأة مع وزارة الصحة مع وزارة التضامل لأنه فيه حضانة فالسيدة بتحط ولادها في الحضانة وتطلعها تشتغل أو تتعلم حرفها أو تتدرب على حرفة معينة تقدر تعملها ببيتها وتبقى هي عاملة الجزء الخاص بالكيان القصائي بتاعها وبالتالي تقدر تساعد نفسها وزارتها وفي نفس الوقت يبقى للدولة كلها دكتور أنور في الحقيقة أنا بكون سعيد وأنا موجود مع أعضاء تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين لما لديهم من ثراء في الحوار عندهم كمان نوع من أنواع الفكر والأفكار دائما زي ما بيتال خارج الصندوق لما بيكون عندهم حلول ورؤى ويمكن دائما بيتال كده لا يمكن أبدا أن تحل المشاكل بنفس طريقة التفكير اللي أوجدتها وكانت سبب رئيسي فيها علشان كده الكل بيعول على الشباب بنشكر حاكل دكتور أنور إسماعيل عضو تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين على هذا الحوار شكرا حارك جدا